دايماً الأباء والأمهات بيعانوا مع أطفالهم من نوبات الغضب يعني مثلاً ييجي يقولك أنا عايز حاجة ييجي يطلب مثلاً حاجة لكنه عايزها دلوقتي حالاً عايزها فوراً لو اتأخرت شوية أو منافستلوش اللي هو عايزه ما حققتش طلبه يدخل بقى في نوبة من الغضب وعيات هستيري لحد ما تحقل اللي هو عايزه وقوقات كمان الأطفال بيعتمدوا على حاجة زي دي يعني هو خلاص عملها مرة واتنين فييجي بعد كده إيه خلاص بأداة أسلوب متبع يطلب الحاجة لو ما نفستش يبتدي عايز لأنه عارف أن انت بعد ما هي عايز انت على طول هتنفز له حاجته مش كده؟ بيحصل مش كده بقى دي لو ما تعالجتش عند الطفل بسرعة إيه اللي هيحصل؟ هيترتب عليها إيه؟ سلوك تربوي للطفل هيكون عامل إزاي؟ طبعاً سلوك تربوي بكل تأكيد غير منضبط لما يكبر إيه الحل؟ ونعمل إيه معاهم؟ ده اللي هتجاوبنا عليه دلوقتي ضفتنا في الستوديو الأستاذة دعاء كرسون مدربة التربية الإيجابية للوالدين صفح الخير عليك فهلا صفح النور أهلاً وسهلاً منورانا بنورك تسلم لي يا رب يعني إيه نوبات غضب؟ هو ده أهم سؤال هو يعني إيه نوبات غضب؟ لأن انت قلت حاجة مهمة قوي لو ما حفظناش عليه أو ما عندناش فالطفل لما يكبر هيبقى غير منضبط فده خلينا نسأل هو يعني إيه نوبات غضب؟ وإيه سن بتاع نوبات الغضب؟ فنوبات الغضب تعرفها كده العلم اللي إحنا بندرسه حالة انفعالية وعصبية الطفل غير قادر على التحكم فيها طيب ليه غير قادر على التحكم فيها عشان برضو ممكن حد بسمعني يقولك يعني هو عشان غير قادر على التحكم فيها سيبه يبهديني في الشارع ويبهديني في البيت وتبقى فضيحة في كل مكان إنه كل ما بقوله لأ على حاجة بيصور وينهار ويرمي نفسه على الأرض لا ده طبعا سلوك هنوجهه ولكن في الأساس لازم أنا كمربي وتيتة وجده وخالته اللي بتعلق وعمل في الشارع اللي بقولها ربي يا مدام يبقى عارف أنها حالة انفعالية الطفل غير قادر من يتحكم فيها من إمتى؟ من عمر يوم لعمر سبع سنوات طب ما نشي دكتور داخني بسألك سؤالي يعني هل دي بتبقى سمة الطفل مولود بها سمة شخصية فيه ولا بتبقى أكوارد مكتسبة مثلا لا حاجة عقلية ليها علاقة بالتكوين العقلي علماء المخ والأعصاب كان عندهم رغبة في اكتشاف مخ الطفل اللي بيحصل فيه في السنوات دي عمال يخليه ينفعل ويصور مش زينا يعني إحنا عندنا جزئية مثلا لما بنا نفعل شوية أو أب نصور ولكن أوقات بيقول خلاص أنا هتغضع عن الموضوع النهاردة همنطق انفعلاتي فيه نضج بالزبط بتيجي بقى منين الحتة دي إحنا سبحان الله كلنا مخلوقين بالعقل العقل بتاعنا فيه تحت من هنا يعني خلينا نقول ده المخ الصفلي اسمه المخ البداي ده مسؤول عن خمس احتاجات أساسية آكل واشرب ونام وحس بالحب والأمام الجزء اللي فوق ده بقى مسؤول عن القشة الجابهية الأمامية مسؤول عن إيه منطق الانفعلات بتاعتي الطفل من عمر يوم لعمر سبع ما عندهش القشة الجابهية الأمامية خالص بتبتدي تتكون في مخه من سبع سنوات تدريجيا إلى 18 سنة وعشان كده احنا بنقول ان الشخص إمتى بيكون بالغ أو ناضج عنده 18 ليه؟ لأن القشة الجابهية الأمامية بيكون اكتمل نموها وأصبح انه قادر انه يتحكم في انفعلاته فنوبات الغضب اللي بتحصل عند الأطفال السغيرة أوقات وده اللي لازم نفرق ما بينه ممكن تكون يعني مش نوبة غضب بس ممكن تكون حالة هو بيفتعالها عشان يحصل على هو عايزه وممكن تكون نوبة غضب حقيقية وده اللي لازم نعرف نتعامل معاه ازاي لأنها حاجة عصبية متحلقة بمخه هو ما عندهش حاجة تقول له ما تصورش في البوزء ده ما تزعلش هنا معلش أعذر ماما أصلا هي بره معلش يستنى بابا أصلا هو عندهش هو مش عارف يفكر بالمنطقة ده طب نفرق ازاي؟ مهم جدا ايه علامات نوبة الغضب أو اللي تقولي انه طفلي في نوبة غضب أولا العياط ما بيقفش يعني هو طفل المدخل في نوبة العياط ما عندهش مقدرة إنه يابلين يبصي لك كده شوفك متأثر ولا يابلين يرجع يكمل تاني لا دي مش نوبة غضب كده هو بيمثل اه كده هو بيمثل عشان يحصل على هو عايزه ولكن نوبة الغضب عادة أنه طفل بيكون وشه أحمر بيعايض بشكل متواصل غير قادر على التوقف أوقات بيبقى مش عارف ياخد نفسه أوقات ممكن يرمي نفسه على الأرض وخلي بالك لما إنسان يرمي نفسه على الأرض وانه نفكر هل هو عايز يوجع نفسه لا بس هو بيعمل كده لأنه فعلا في حالة مش عارف يعمل كنترول طب ده ما ينفعش أسيبه أتعامل معاه إزاي بالضب هنا بقى دي النقطة المهم وأكتر كرس يعني أنا ممكن أسيب الطفل التاني اللي هو بيمثل زي ما حضرتك قلت ده بقتي اللي هو بيدع يعني شوية عيط وشوية بصلي ده أسيبه ده هنتعامل معاه بطريقة مختلفة ولكن الطفل في نقطة نغضب دايما بتيجي نصيحة متداولة جدا في عالمنا العرب يقولون لأم إيه سيبه بس يترمى شوية كده على الأرض والله يعيط يتفلق وبعدين هو هيتربى ويجيلك التجاول هو الحال هيزهق ويجيلك أهو ما يسمى بالعصد المؤقت في التربية ولازم نفرق العصد المؤقت ده اللي الناس بتقول للأم كان زيبان يقولك هاتي كرسي وأعادي عليه أو قولي له وخش في قطك وبعدين اطلع لي ده اسمه في التربية عصد المؤقت العصد المؤقت بنستخدمه فيه سنوات الطفل لما يكون فيها كبيرة ممكن في الطفولة المتأخرة ممكن في المراهقة لأنه أصبح نغضك شوية وبنستخدمه بتكنيك ما يحسس الطفل إن أنا بعمل كده عشان أغرب ده مشاعرك لكن الطفل يخش في نوبة غضب بقوله قعد هنا أو خش في قطك أو كفاية مش عايز أسمع صوتك أو أحاول أوقف نوبة نغضب بالإكبار أو بالتعنيف بيزود للأسف نوبات الغضب جدا وبيسبب حاجة مهمة جدا وهي العند الطفل في المرحب بيطلع من نوبة الغضب أنا ممهار وتعبان ومحتاج مساعدتكم وإنتم بتعنفوني وبتتجهلوني علشان أنا غير قادر على التحكم في مفعلي فبيعمل إيه بيبقى شايف أنه بتعرض لألم بيبقى شايف أنه مربي قاصد أنه يدي فيبتدي يعند مع الأم ويسيق السلوك ويبقى هدلها الدنيا لأنه هو متغواص ومتدايب نتصرف إزاي نوبة الغضب لازم نعمل فيها ثلاث حاجات واحد لما الطفل يدخل فيها لو عندنا نار هنطفيها بالمية المية بتاعة نوبة الغضب هي التلامس الجسدي مع الأطفال أن أنا أعرض على الطفل في صمت أن أنا أخذه في حبني هتسأني أم هنا أو أب حتى لو هو غلطة حتى لو هو غلطة ليه لأنه هو في حالة مش في وقت أني أوجه أو أتكلم عن غلط أو صح ومن مصلحة أنه يهدى عشان أبتدي يوجه ويسمعني اتنين لو الطفل رفض التلامس الجسدي في بعض الأطفال بتزق الأم وترمي نفسها وفي بعض الأطفال نخلي بالنا بتأذي نفسها يعني تجيدي الأم تقولي بيعد على إيده لما يتعصر بيخبط رأسه في الحيطة بيبتدي يشد في شعره بيبتدي يضرب على وشه كل ده لأنه في حالة انفعالية out of control خلاص كان مهم أننا لو لقيته بيعمل كده حاول أحتضنه من الأماكن اللي بتهدي جدا نطفل في الجسم هنا منطقة الإيد منطقة الضهر منطقة الرأس رفض هسيبه خالص يعمل اللي هو عايزه ولكن أفضل في نفس المكان اللي هو فيه لو طلعت وسبته رحت قده تانية أو مساكت التليفون وما بتتكلمه وسيبه جنبي بيتفلق كده أنا أهملته بالضبط بيزيد أكتر ومشاعره بتتواجع أكتر وبيطلع على النط الغضب شايفها أن أنت ما بتحبنيش أو أنت يا بابا قصدك تدايقني مع أنه ممكن يكون مربي مش عارف أو بيعمل ده بدافع عادي جاله تليفون فرد بالضبط بس لازم نخلي بالن في الوقت ده الطفل بيكون شديد الحسية ومحتاج وجودنا حتى لو صامت تالت حاجة الوقت ده الطفل فيه عقليا ما بيسمعش كلامنا يعني لو أنا قعدت أقوله بس على فكرة أنا كنت أحجب هانك بس إهدى أو يا حبيبي أنا ما كانش قضي أدايق هو مستمعك ده زي ما إحنا بالضبط حتى الكبار لما بيكونوا متعصبين في مرحلة كده من العصبية بني بيبقاش سمعين حد بالضبط عارفت بيبقى أنت بتفكري في مشاعرك ومفعلاتك ومتدايق منغلقة أنا مشاعرك شوية هي نفس الفكرة هو بيكونش سمعنا ودمن بنصح الأم ولا بلاش بتبتل تاريقنا زي ما هي لا خالص زي ما هي دلوقتي تاريقنا ما عنده تهيوئات معلش دفع مش زي ما دايما أقول للأم حاولي تخلي وقت التوجيه لما الطفل يهد وخلي بالنا نقطة الغضب مهما أمي بتيجي تقولي بس أنا كشخص عصبي مش قادر أستحمل صوته وفي الشارع ومن أكتر الحاجات دي حاجة مزعجة جدا طيب الأم تعمل إيه في الشارع وده مهم جدا أن ده ليه تكنيك مختلفة يعني هي بتتحمل كتير قوي وحضرتك ذكرت في البداية تلاقي حد يقولها رب ابنك يا مدام سكيت ابنك يا مدام هي بتشيل كتير تعمل معاه فعلا يشازي وتعمل مع الناس كمان صح دي حقيقة عشان كده أتمنى الفقرة دي اللي بيشوفنا يكون رحيم بكل أم وقب بيشوفوا أطفالهم بيعياته لو سمحتم تعليقكم لن يفيد اكتفوا بتعليقاتكم لنفسكم لأنه أوقات نفس الأم اللي ممكن تكون قاعدة في المول على فكرة على الأرض وابنها بيعيات جنبها وبيسرخ هي مش أم أسيا هو طفلها في نوبة غضب ومهما حاولت مش نافع فهي انتزمت الصمت وأنا على الفكرة مريب شكل شخصي بالموضوع ده انتزمت الصمت وعملت التبس دي وقعد تجمع أنا معك لما تهدى خالص نبتدي نتحرك ونبتدي نتناقش فطبعا الناس بقى حرام عليك انت أسيا حرام عليك اللي انت بتعمليه ده حرام عليك شلي طبعا ده بيزودني أنا احتقانه بيزود كل أم طب الأم بتعمل ايه برضو لما تكون في مكان زي ملاهي سوبر ماركت وهو شابت في حاجة حلوة لعبة لأن دي طبعا موقف بيكون مختلف خلاص عنه في البيت لازم بنعمل بقى التكنيك اتنين واحد ان انا احاول اشتت انتباهه والخطوة زي بتنفع جدا مع الاطفال اقل من سنتين بس بعد سنتين لو حاولت لأشتت انتباهه بيحسس انت بتتحكي علي انا عايز ده وانت جاي تتتيني تقولي لي لا اخدنا فبيبتدي يتعصب اكتر اتنين ان انا اشيله من المكان اللي هو فيه المصير بتاعه يعني احنا مثلا قاعدين قدام رف اكتر حاجة مشهورة اللي هي بيضة بتاعة الشوكولات اللي جواها تهي وبيبكون الولاد عايزينها هو انا بقى وقفة بتنقش معها قدامها مهما تكلم هو لسه الحاجة اللي جاذبه ومخليه انه عايزها وانا عارض انه جيبها قدامه فلازم لما يحصل كده ونكون في مكان برا ومنتهى الهدوء والصمت حتى لو هيفرق مني احضنه اتحرك من المكان ده لما يهدأ ممكن اطلع بس لو احنا في مول ممكن اطلع برا خالص المول وقف برا واجيب له مياه يشرب اسيبه يعاية لما يخلص بعدين لما يهدأ اتفق معي احنا هندخل جوه هنعمل ايه انا هدخل جوه هجيب كذا وكذا وكذا مش بس بعدين هنجيب دي كمان بقى حاجة مهمة قوي وده نصيحة لكل الأميات اللي عندها اطفال اقل من 7 سنوات المخ البدايي بتاع الطفل ده اللي هو عنده احساس بالحب والأمان وانا انا عايز ااكل واشرب ونام في بعض الأوقات المخ ده بيصور بسرعة وبيخش في نوبات غضب بس انا ممكن اقل الحدوثها ازاي يعني ممكن اتحكم في المخ ده فقل النوبات الغضب بدلا ما هو بيغضب لما بيجوه وبيغضب لما بينام وبيغضب برا طب انا هكون خليني زكاية واسبقه بخطوة فلازم نكون عارفين نرائب امتى طفلي بيجوع حال طفلي بيحتاج يأكل مثلا كل ساعتين فانا قبل ما يجوع لانه لما بيجوع بيخش في نوبة غضب وما بيكونش عارف ويبتدي يصور على أسباب تفهى وهو في الآخر جعين وما بيقولش أنا جعين فتبتدي الأم ترأيب نومة اكل طفلها وقبل ما يجوع بنص ساعة اعرض عليها على الطعام بينام مثلا آخر ساعتين في اليوم دول ضمار بالنسبة لكل الأهل طبعا الطفل طول الوقت مهايبر وبيقاوم النوم مرافض يخش في حالة النوم وابتدي بقى يخش في نوبات غضب متكررة والأم بتنهار والأب بيزع لحد ما الطفل نام فإحنا لازم نعمل روتين نوم قبل النوم بساعتين يساعد الطفل على الاسترخاء من الحاجات الجميلة جدا وإحنا في فصل الصيف البنيو ميا نصيب الطفل نصيب الطفل نصيب نصيب ساعة بيلعب في الدش مش بس بغرض النظافة والاستحمام لا بغرض الاسترخاء واللعب يطلع واجبة فيها بروتين موز بيد حاجة بانكيك بشوفان صحي لأن دا بيستاعد الطفل أنه بعد ما نأخذت حمام واسترخيت وباكل حاجة فيها بروتين وما نقولش خلاص للطفل بعد الأكل يلا نعم مهم جدا نبعرفين أطفال أقل من سبع سنوات أو مقول يلا نعم كهرباء جميل روتين الحال يومي بتاعنا كلنا ما يسمحش أننا نعود ساعتين مع أطفالنا قبل النوم لأننا طول اليوم نبقى عادين معهم مين أيل مين كل طول اليوم قاعد معهم أنت في الشغل بترجع ساعة كاما برجع مساء ماشي برجع بعد الشغل قاعد شوية وقت الغد نبقى عادين شوية ممكن نقوم نلعب شوية حل ده على مدار اليوم حل ما فيهوش بقى الساعتين قبل نوفر ما أنتم الساعتين دول مش قاعد جنب الطفل يعني لو طفل كبير شوية هو قاعد في الدوش أو في المانيو ما تسيبه اللي واحده وتبقى أنت بترقبه كل شوية هو بيلعب طب لو طفل صغير ممكن ماما تقعد هي وقت الدوش يطلع بابا هو يقعد وقت العشاء ممكن يكون وقت عائلي إن احنا نتعاش سوا مع بعض يعني يبقى فيه تناوب في الأدوار أنا قصدي أن أنا بهايق الطفل بالأنستة المعينة للاسترخاء خلال الساعتين دول بس مش لازم أنا كموربي أبقى لازق في الساعتين دول خالص بعدين تب مهمة أوي لو أنا طفلي بيعنده مشكلة في النوم أو أول ما بقوله يلا النام بيبتدي بقى يتنطط ويرفض ويزرخ ويهرب مني طب أنا كنت عايزة الشاب الحاجات اللي بتحصل دي وطبعا الأم والأب مهلوكين عايزين يرتاحوا فنبتدي نهيق الطفل للنوم بطريقة جرمه باش ممكن نقرأ قصص ممكن نقوله طب يحكي ليه عملت إفيومك ممكن نمثل إن احنا عايزين ننام زبطة انتو بتحرموني من الحياة وعايزين تعملوا حاجة تانية فلازم إن أنا أهيأ البيت وحتى لو حقنا عالطفل إن احنا كلنا هنائم بعد ما ينام بقى نقوم بقى نشانجة تكمل شغلنا ونخلص رفناتنا ونعمل كل اللي احنا عايزين طيب دكتور برضو في نقطة مهمة تانية فكرة الأم وهي بتتعامل معها لو مش يعفارا بإبنها في مول أو حاجة والأهالي بقى بتادي قولها حرام عليك سؤال تاني برضو ممكن حد دلوقتي يسمعنا يتخاض يقول يعني أنا كمان ابني بقى لما يكبر هيفضل مستمر كده ولا ممكن نوبات الغضب دي أقدر أسيطر عليها وبعد ما يكبر لا يتخلص خالص من فكرة نوبات الغضب لو تعاملت معها صح لا طبعا إحنا عندنا من اتنين لأربعة في أكتر من سنتين عمر أربع سنوات أكتر فترة طفل بيخش فيها بنوبات غضب لعدة أسباب وواحد أنه بيكون عايز يحسوا مستقل زينا فتيجي أنت تفتح الباب أنت لغيت شخصيتي أنا اللي أفتح الباب يا باب فطبعا بالنسبة لنا دي أسباب مش منطقية فمهم أن أنا لاحظ أنه في السن ده أقلل شوية من حتة أن أنا اللي بيكونترول كل أفعيله أدينه مساحة فلما يحصل ده هيقلل نوبات الغضب اتنين أن أنا كمان أراعي لحاجات الأساسية زي الأكل والشرب والنوم وأسبقهم أنا بخطوة بحيث أن أنا أقلل نوبات الغضب تلاتة لما نكون في مكان بره وفيه مسيرات عالية والطفل طالب لعبة طالب حاجة مش لازم أفضل في نفس المحل أتحرك من المكان لما كان أقرب مفهوش كل المسيرات دي حد ما الطفل يهدى وبعدينه أرجع تاني طيب هل نوبات الغضب هتستمر معاه طوالة 18 سنة؟ لا طبعا هو المعتاد والمتوقع أن النوبات الغضب بتبتدي تقل تدريجي من أربع سنوات لحد سبع سنوات فده اللي بيخلي أن نوصل عند السبع الطفل عنده نضب بس إمتى الطفل بعد سبع يفضل يخش في نوبات الغضب ويتحول لطفل عنيد ويتحول لطفل مشاكس لما أنا أتعامل بالتجاهل وقت نوبات الغضب بتاعته لما أقوله على فكرة أنت مش من حقك تعايد سبب هاي في قوي زي يبلونا فرقعت لما أستخدم مثلا فكرة أن أنا طول الوقت أنا فقط سأسألك السؤال ده تربية بقى اللي بنسمعها دايما و الجملة اللي بنسمعها الراجل ما يعيطش ما تعيطش أبصي الجملة دي هي سبب المدير اللي طالع ناشف مع ناس ومعندوش تقدير المجودهم والزوج اللي مش عارف يدي حبه ومشاعر لزوجه عشان ما كانش باعاته صغير بالزبط لا مش عشان ما كانش باعاته صغير عشان كان عنده مشاعر وكان دايما بيطلب منه انه يكتمها وكان دايما بيطلب منه انه يتقلوا امسك مشاعرك دي ما يتحمل بالزبط انت مش من الحقك تحس فلما بيكبر بيحس انه ايه الهيافة دينته وبتعاياته على ايه ما تنسوكه نفسكه شوية فبيبتدي مثلا لو الخلافات لو في زوجة عندها احتياجات معاناة هو مش قادر يقدرها لانه هو ما تلقاشه الحب وهو صغير فالموضوع اكبر بكتير من منتخيوننا انه أنا بطلع طفل عنده خشونة او تحمل وخلي بالك في الاسلام من عمر يوم لعمر سبع سنوات وده اللي بيسموه ما قبل سن التمييز كل الائمة اجمعوا ان سن تمييز الطفل ما بين النفع والضار هو من خمسة لسبع سنوات بنبتدي ندرب الطفل على الصلاة بعد السبع سنوات مفيش حاجة اسمها تعليم قبل السبع سنوات فلو جمعنا ما بين العلم التربية وما بين رأي الدين وما بين كل الجوانب بيجي لك المحصلة ان السبع سنوات هو فعلا الطفل محتاج تعامل بطريقة مختلفة ولكن ده لا يعني اني اقبل سلوكه السيء ما قبلش لما يضرب ما قبلش لما يكسر ألعابه وما قبلش لما يشتم او يقول ألفاظ خارجة لاني لو قبلت بدافع انه قصله صغير هياخدها حقه مكتسب فلازم برضو اكون رحيمة بيه ولكن اوجهه طيب بالنسبة للطفل اللي بيمثل انه عن جنوبه تغضب زين بتعمل معي هو ابتدى يلاحظ ان ماما وبابا مش بيستحملوا الزن او مش بيستحملوا العياض فابتدى يستخدمها وسيلة ضغط ان نحصل على اللي أنا عايز ممكن يلاحظ كمان ان بابا هو بيكان في التليفون ومشغول وعنده مكالمة مهمة فلو استلب منك اي طلب هتدغوله عشان تنزل من على ودانك عفوا وتعمل اللي انت عايز فبيبتدي الطفل الطفل زكي جدا عنده مقدرة على ملاحظة عشرة مرات احنا فطبعا بيلاحظ انا هحصل على اللي أنا عايزه ازاي وابتدي استغله فواحد مش بنلب الطلب بلايات التمثيلي ده ابدا مهما كان لازم اقوله اهدى عشان نتناقش اهدى عشان نعرف نتناقش ولو فعلا هدى ولقيته انضبط والاطفال على الفكرة احنا بنعمل التدريب ده في الحضانات منزل الطفل وقاله تعالا نتنفس تدريب التنفس ده مهمة اوي هم فعلا مكنوش عارفين يتنفسه ولا يعملوا ايه حاجة وابا مسك ايده انا معاك ما تقلقش بس احنا لازم ناهد عشان نتكلم الطفل الصغير يبقى عندهم ثلاث يقولي انا بهده اول ما بيهدى فعلا ويبتدي يتكلم معايا بسلوك منضبط والحاجة اللي هو عايزة قادر ادهيله بيبتدي هنا بقى انا بقى عمل نقلة انت مش هتحصل على اللي انت عايزه بالعياط والسريق انت هتحصل على اللي انت عايزه بالهدوق هو يفهم ده بيفهمه بالتدريج ودائما الام تقولي بس انا طفلي مش بيتكلم هيفهم طب انا طفلي صغير مش هيفهم طب انا طفلي عنده دعف مهارات التواصل مش هيفهم اقول لها كل ده على فكرة هينامي مهارات التواصل انك وقفتي قدامه وبصيتي في عينه وعلمتيه يتواصل ازاي اللي مش بيتكلم وبيفهمك هو مش معناه انه هو مش فهمك لانه هو لما بتطلبي منه مثلا افتح الباب بيفتحه حتى لو هو مش بيتكلم فهو ده معناه انه بيستوعب كلامك وكل ما احنا تعاملنا مع اطفالنا بفكرة ان انا بربي الوعي اعلى انا باطلع بك سلمة حيطلح لكن طول ما انا بتعامل على انه ده قدك وده اخرك مش بيطلع للبعدة فلازم انا اضرب وعي طفل اخذه معي للسلمة اللي بعدة طب دكتور فيه ممكن انا بصراحة سمعت الجملة دي قبل كده فيه امهات تكلم على انه انا ابني عنده نوبات غضب شديدة جدا انا مش عارفة اتعامل معاه فانا محتاجة روح لاخصائي نفسي او اخصائي تربوي عشان احتمال او يمكن يكون فيه جانب علاجي دوائي مش بس نفسي اقولك على حاجة متحكة جدا زمالي اخصائيين تعديل السلوك لما بيجرهم الطفل في الجلسة الطفل قادر على انه ياخد اكثر من شخصية على حسب الشخص اللي قدامه فطبعا الشخص بتاع الجلسة تعديل السلوك بيعمله بالطريقة الصحيحة فالطفل بيبقى مبهر في الجلسة الطفل بيروح البيت الاهل بيعمله بالطريقة يرجع تاني فالطفل بيرجع تاني فالمشكلة مش ان انا ودي طفل اصلا اعالج ايه هل خصائي تعديل السلوك هيكون له قشة الجميع الامامية اللي مش عنده ولا هو وهيساعده انه يقول له معلش اعظر ماما وبابا اللي مش قادرين يتحملوك فانا نازم اكون كموربي واعي وبعدين قدينه علاج لإيه امتى بنلجأ لكصة العلاجات لما يكون طفل عنده اكتئاب لما يكون طفل عنده فرط حركة ودي بقى نقطة مهمة جدا اي حد بيسمعنا مش كل طفل اللي بيتحرك عنده فرط حركة دي كارثة بقيت كارثة وندي الأطفال الأدوية الأطفال في بعض النمط الأطفال عندنا نعين طفل بنسميه الحركة المستكشف وده بطبيعة وطول الوقت عايز يتحرك وينطلق وبيتعلم لما يتحرك تقول له قعد خلاص بيفرق بقى كده وتحسي ان هو هأم أجري واسبه طفل تاني بطبيعته ان هو حساس شوية ومش بيميل للحركة بيميل للإستماع والتعلم عن طريق ان هو قاعد اي أم عنده طفل الحساس تشوف الطفلة الحركة تقول الأم الثانية لا لا ده ابنك تعبان قوي رح يوديه الدكتور ده عنده فرط انتباه وتشاطه الحركة هتكتشفيه الحقيقة والأم الثانية تقول لأ خلاص ده انتقاد وانا هواديه وتروح وللأسف في بعض الأخصائين بيدوا علاج بدون تشخيص حقيق لا شكرا كده كده بس أقل فلا ده مدمر جدا وكمان بيدمر الخلال العصبية خاصة بالمقر طيب امتى احتاج ان انا اوجه المربي مش التفق لما المربي يحس ان هو عنده نوبات غضب عصبية متكررة بشكل يومي زيادة عن اللزوم محتاجين احنا نتكلم عن مختص نفسي للكبار لان في حاجة مهمة قوي اوقات احنا الكبار بنمر بمواقف سيئة جديرة في طفلتنا او تربينا على الطريقة العصبية فالعقل اللا وي عندنا بيخز ان دي طريقة التعامل في نفس الموقف بشكل لا اراضي فلما الامة تلوقتي بتسمعنا تقول ايه اه اه اتصرف بهدوء واتنامس معاه واصبر لما يهدأ بس انا مش قادر انا بغلي انا مش عارف اعمل ده فطبعا هقول لها رقم واحد خليكي رحيمة بنفسك انتي بتقول لما نروح الجم عشان نربي عضلة تاخد وقت فتعالي نقول ان عضلة تحكمك في اعصابك هتاخد وقت واحدة واحدة ممكن مرة تتحكمي وممكن مرة لا ما تجلديش نفسك بس المهم ان انا كم مربي بقى عندي القناعة انه طفلي من حقه ان انا اسعده بالطريقة تي ان ده حقه ما يبقاش عندي القناعة انه لا هيتربى بالضرب وبالتأذية وبالتعنيف واوقات بالشتيمة واوقات بالمقارنة واوقات بالعصد المؤقت وفي الاخر انا كم مربي اللي بدفع التمن بدفع التمن انه بيبقى عنيد والسلوك وسيء وعنيف في الحضانة او فقد الشخصية النفس والسلوك ده بقى بيكمل معنا بعدين وكل ما بيكبر كل ما بيبقى أصعب يمكن احنا نتكلم على تربية الابناء لكن الحقيقة دكتور احنا الاهالي اولياء والامور هم اللي محتاجين يكون عندهم وعي اكبر بكتير جدا من الاطفال لان الاطفال هم رد فعل للطريقة والسلوك اللي بيتعامل بالضبط هي مرأة فمحتاجين فعلا يكون عندنا وعي محتاجين نقرأ ومش عيب خالص ان احنا نروح لأخصائيين نفهم منهم من غير ما يظهر اي حاجة على اولادنا بالضبط طبعا دي طبعا المسبقة طبعا اكيد دكتور يعني طبعا النورتي ده بنشكر جزيلا الشكر دكتور دعاء كارسون مدربة التربية الإيجابية للوالدين نورتينا في صباح الخير بنورك تستميني شكرا جدا